طيب أمير خانيني برده أقول لك فوز الزمالك الصعب النهاردة ما يقلقش لا لا دي بص تنفرروا يمكن بطولة الكاس على طول مبارات الكاس بتبقى كده على طول بيبقى فيها صعوبة على طول يعني ما تعرفش برده مفاش فريق في الممتاز أو فرق في درقة تانية إما ما فرق في الدرقة التانية طلعت فرق في الممتاز ومفاجآت كاس المعروف عنه اللي فيه مفاجآت ما تقلقش لكن أنا عن نفسي أنا مبسوطا للمطش خلص بصعوبة في الدنيا ماشية إزاي هناك لو نتكلم كورة لعبة نادي الزمالك يتعتبر أعلى فرقة عناصر أعلى فرقة في مصر لكن حتة الثقة ممكن زايدة شوية مش من لعبة من الجو العام اللي إحنا أحسن أو الجمهور أو كذا أو الإعلميين بيتكلموا فأنت عايز أرصى أصدر فالأرصى دي كويسة اللي برضو تلحق تلم الفترة دي الخمس يام دول تلم وتبدأ بقى تستعد المباراة طب بممتعل أمانة كده هاني لا لا أقول بغض النظر أنا زا ملكاوي أو منتمل لا مش دا حقا بص عقا فرق انت النهاردة امسك فرقة اتنين الزمالك الزمالك في كل مركز عنصر عنصر انت النهاردة لو تحرص المرمة هتلاقي اتنين استقيم في مباراة القمة هيا بالضبط بقى دي النقطة في مباراة القمة على طول خلى بالك في معظم الوقت ممكن الزمالك بيبقى رايح أحسن أو عناصره وبتاع وتحصل نتيجة عكسية دي ملهاش بص ملهاش مقاييس لكن لو تتكلم قبل المباراة على الورق لا انت النهاردة محترفين اشرف بن شرقي ساسي يعملوا فرق مع اي فرقة عندك طارق حامد عندك ورق الوينش ما شاء الله ماشي بشكل كويس جدا عندك عبدالله جمعة وعب شافي ربنا يشفيه عندك قدام مصطفى محمد احسن فرود في مصر عندك اوباما ما بيبقى في الحالة عندك احمد سيد زيزو من احسن مواسم فنادي الزمالك عنده عناصر كويسة وعنده لعيبة عندك تقدر تعملك الفرق انت السقة اللي انت بتتكلم عليها دي النهاردة كانت مهم ان يحصل حاجة زي كده بص السقة النهاردة انا بوسى انا انا اشتغلت انا نهاردة في الفرق دي انا اشتغلت النهاردة اللي فيه سقة شوية او اللي احنا لازلين نكسب مباراة سهلة او هنلاع في فرقة مصر ممكن رسب مجمعين فرقة وبتاع فانا عن نفسي انا مبسوط الارصة دي جاءت النهاردة الفوز جي صعب لكن انا عندي يقيم في لعبة ناتزة مالك وعندي عندي يعني انا الناس دي انا عارف اما بتركز لعبة ناتزة مالك اما بتركز في الماتشاط اللي بتبقى ديربي زي المباراة الاخيرة بتاع 3-1 وقبل كده في السوبر في الامارات اما في بتركز في المباراة دي لا فرقة زي مالك لو ركزوا انا بقولك لا ناتزة مالك قولي قولي مين من التشكيل اللي ابتدى به النهاردة بحشيكو وممكن يبقى متقلص. لا اوه كمرايح النهاردة عمتا كمرايح ستة. يعني كمرايح النهاردة طبعا جنش. اكيد ابو جبل عشان هواخد الفترة اللي فاتت كلها. اكيد الوينش هيرجع تاني في مركزه. النهاردة انت بتاعب بالدفندرين مش اسين. يمكن طريق حامد وساسع يكون موجودين. واباما وهيبقى جنبك بان شرقي وابدالله جمعة. بص انا بالنسبة احمد احمد بص انا بالنسبة لي. عبدالله جمعة الحل الوحيد الموجود اللي عبدالشافي مصاب. وابدالله ب حازم امام بص النقطة بقى في كابتن فاروق اللي حازم امام بقاله فترة كبيرة جدا من ساكة. واحمد يدي يقول لرجليه في النهار. بالزبط. لكن انا برضو عندي اوبشن اللي ممكن احط محمد عبدالغاني في الحتة دي. ليه? نادي الزمالك انا بالنسبة لي. عنده تلاتة. وراجل ماشي كويس. بص يا كابتن. بص يا كابتن. انا النهاردة هو ماشي كويس وكل حاجة. لكن انا النهاردة برضو انت بتلعب قدام في الاتميناء للأهلي. عندها في الحتة دي لعبة كويسة يعني عندها مثلا زي ممسلم اتكلم اجائيه عندهم وليد سليمان. حتة الخبرات ممكن نتكلم فيها. وحيتة برضو النهاردة انت محتاج النهاردة لو نادي الزمالك دفاعه المطش ده مراكزين مية في المية. انا بقول لك انا انا ما عنديش قلق. زي المباراة لو تفتكر مباراة مع كالتيرون كان الاستحواس للنادي الاهلي. بس النادي الزمالك عنده قدام اربعة بيخلصوا المطش في اي وقت. ولو انت تشوف نسبة الاستحواس المباراة دي كان اهلي على طول مسيطرة على نص الملع وزي مالك على المرتدة جون مصطفى جون احمد. زي ما عمل مع الرجاء. زي ما عمل مع الرجاء. زي ما عمل مع التراجي. فلات زي مالك لو حتة الدفاع مركزين انا بقولك دفاع لات زي مالك حتى. ما شاء الله يعني انت النهاردة عندك محمود علاء والوينشو ومحمد عبدالغاني تحتار تلعب مين فيه. بس معلش بقى. انا ارجع لك. ارجع لابو مسلم ان النهاردة اخطاء دفاعية كلفة الفرقتين هدف سواء في الاهلي او في زي مالك. هنتكلم عليها. هنيني بس اطلع الفاصل نرغا نكره في قوزين.